تمكنت عناصر الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس يومه الجمعة التاسعة من فبراير الجاري من توقف شخص يبلغ من العمر 25 سنة وذلك على خلفية اشتباه تورطه في قضية تتعلق بحيازة مخضري أشهر وأفد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنه قد جرى توقف المشتبه فيها على مستوى المحطة الطرقية بمدينة فاس من طرف عناصر الشرطة المذكورة أثناء وصوله إلى مدينة فاس قادما من إحدى المدن المجاورة للمدينة حيث أصفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 10 كيلو جرامات و760 جرام من مخدر الشيرة عبارة عن 139 صفيحة مخبأة بعناية داخل برميل بلاستيكي بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تباشره فرقة محاربة المخدرات تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية وكذا مدى تورطه في قضايا مماثلة وتأتي هذه القضية في سياق العمليات والتدخلات الأمنية التي تباشرها مختلف الوحدات والفرق الأمنية التابعة لولاية أمن فاس بجميع النقط المرورية والمحطات الخاصة بالمراقبة ونقل المسافرين من أجل محاربة ظاهرة حيازة وترويج المخدرات بشتى أنواعها ترجمة نانسي قنقر